عندما يسألك الناس عن شخص يريد أن يتزوج سواء السؤال كان عن الزوج أو الزوجة منهم من يجيبوا جواباً حقيقياً ومنهم من يكذب من أجل إتمام الزواج ومنهم من يكذب من أجل عدم إتمام الزواج نرجو تقديم نصيحة عندما يسأل الإنسان عن شخص إذا كان السؤال يعني من باب بلاغة الشيف يعني بس يبيعرف هذا لك أن تجيبه لك أن لا تجيبه وأما إن كان فيه مصلحة خاصة زواج أو سيعمل معه بتجارة أو ما شابه هذا استنصح ومن استنصحك فيجب عليك أن تنصح له يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المؤمنين وعامتهم يعني النصح واجب ضع نفسك مكانه يريد أن يزوج ابنته من شخص وأنت تعرف أن هذا الشخص سيء فلا تخبره لو كنت أنت مكانه هل تحب أن لا يخبرك الناس بسوئه أن يتسبب على ابنتك أو العكس أن تقول بنت سيئة مثلا ولا يخبر عنها لا يجوز المستشار مؤتمن إذا استشارك الإنسان في شيء فأنت مؤتمن ولا يجوز لك أيضا تقول لا أدري من باب أنه والله ما بمشاكل ما بكذا لكن أيضا يعني عليك أن تنبه هذا الذي يسألك أن لا يخبر عنك ما يروح يقول والله فلان قال لي أنك ما تصلي فلان قال لي أنك أنت كذاب فلان قال لي أنك كذا حتى يعني هذا يوقع العداوة بين الناس ولكن يأخذ هذا الخبر يقول ما في نصيب انتهى الأمر أو يبتعد عن التقدم للزواج انتهى الأمر فمن جهتين هي للأسف يعني بعض الجهلة عندما يسأل ويخبرونه بما يعرفون يذهب ويخبر عنهم يقول فلان وفلان أخبرني فيتضررون فيمتنع الناس من هذا لأنهم يتضررون بهذا الأمر ولذلك على السائل أن يتق الله عندما يأخذ الإجابة لا ينشرها وكذلك على المسؤول أن يتق الله فيجب بما يعرف حتى ينصح للناس والله طبعا هذا إذا قلنا اللي بيكتم ما اللي يكذب هذا مصيبة الذي يقول زين هو موه زين أو يقول لا إن شاء الله بعدين يصير زين ما يجوز هذا الكرام أو يكذب يقول موه زين هو زين لأنه يحسدها أو لا يحبها أيضا هذا لا يجوز يجمع المسلم أن يكون صادقا ولا إذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه ولا إذا الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب الله المستعان ترجمة نانسي قنقر